اشتركوا في القناة هذا كل موقع ما رح يكون شكل زكي ما رح يكون وضع زكي رح يتغير وبرضه اضفت كم مزفع هنا بس باقي ما وصلت بالباور ولا اعطيته اي ذخيرة رح اوصلها بالباور هذا من الخطط اللي رح سيقوم بها حاليا الحلقة هذه ما رح يكون شيء مخصص هيكون شيء عام بحيث ان اوصل الباور وخلص شيئا معينة المزرعة هذه حولتها كلها تير فور طبعا زي ما انتم تذكرين طبعا هذي مايننج نزلت مايننج في حلقة من الحلقات اللي قينا في اللوتباق انفيريوم سيد او انفيريوم بلانت تير فور فحطيتها وخلاتها تكاثر 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 لما حولتها كلها تير فور يعني حاليا باقينا تير واحد بس ونصل للماكسيمم هذه جات من الكوست اللي هو هنا أوراند فارمينج اللي هو هنا من اللي بادة في فرتلتي لما انتم تحطها هنا يبدأ يعطيك تأثير بوم ميل وطبعا الفرتلائز ديرت أساسا يعطيك هو اللي هو تأثير البوم ميل وبرضو تحت الـ Growth Accelerator يعطيك تأثير البوم ميل فزي ما انتم شايفين السرعة جدا كويسة وبرضو مع الوقت لما انتم تبدأ تسوي Growth Accelerator أكثر لانو حاليا ما في الا تقريبا صفين فيها Growth Accelerator اللي هي هذي من تحطها تحتها تزيد السرعة حقها طبعا حاليا ما راح نقدر نسويها احتمال بعد 4 أو 5 هرقات نقدر نسوي بالكمية اللي تعجبنا يعني كل ما تحط يعني مثلا حطيت Growth Accelerator فوق Growth Accelerator فوق Growth Accelerator كل ما زادت كل ما زادت كل ما زادت السرعة حاليا ما راح نحتاج ذلك السرعة حاليا كده وضعنا تمام فاللي كنت أبغى وصله هو كل اللي نحتاج أن نوصل تير خمسة و بس ما راح نحتاج أكثر من كده اللي كنت أبغى أسوي الحلقة هذي أول شي في حاجة اكتشفتها اللي هي يمديني اضيف على السلاح حقي الاكستند ماك هذي بحيث أنه نقدر أشيل ستة ذخيرة يعني حاليا هنا ستة رصاصات معلش هنا اقدر أضع ستة بس او لا ستة ستة رصاصة سبعة لو اضعتها الاكستند ماك أظن تدبل او جزية ستة الله لو اضعتها الاكستند ماك ستصبح ستة زيادة طبعا حتى شكل السلاح يتغير وفي نفس الوقت أقدر أضيف شي ثاني اللي هو الامبليفاير اللي هو هذا سيعطيني تأثير تأثير شحنة لكن حاليا لا أقدر أسويها يعني حاليا لو أضع سيلفر مع نشوف هنا الظاهر سيلفر مع غولد راح أضعيني الكترون خلينا لا سيلفر مع غولد خلنا نأخذ خمسة غولد و خمسة سيلفر سيلفر هنا السيلفر راح واحد اثنين ثلاثة سيلفر سيلفر ثلاثة و ثلاثة نحطها تحت نحطها تحت خليها نخلط براحة نتأكد بس أن هنا لا يوجد شيء يخرب عليها هناك براس رداية و حديد الحديد احتمال يخرب علينا خلينا ننزل خلينا ننزل كامل خلينا ننزل كامل والله يسترش كل الليلة دي ما حتعد على خير خلص علينا عمية تمام خلينا نقدر نحطها حيبدأ ينخلط حبا حبا لما يصير الالكترون هذا هو الالكترون المفروض يصير بلوك بلوك أو بلوكين هذا بلوك ببارح يصير بلوكين شيء كويس ننزل بلوك الأول هذا ليش ما ننزل الآن كويس هذا البلوك الأول هنا البلوك الثاني خليه بس نخلط كويس والله أكثر أعلى بلوكين بس هذا البلوك الأول هذا البلوك الثاني بنحطه هنا نأخذ الحديد هنا زي ما قلت اه زي ما قلت بين الحلقات نزلت بلوك الحديد عندي قرر يخلص فقلت الحق قبل ما أبدأ أسجل الحلقة بلوك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس الموبز لا يخف شو اللي جوه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يركب فوق السبايدر أي موبز مرة أطلق الكريبر يطلع فوق السبايدر و والسبايدر تسلق وجيني ويبال حل يكثر المدافع ويضع سلاك شاك خلينا ننزل هذه هنا هذه ليست مكانة هنا ننزل هذه بس فهذا الالكترم أحتاج تقريبا كم؟ كل واحدة تحتاج ثمانية من هذه وهذه تحتاج ثمانية لا أحتاج كثير لا أحتاج كثير حاليا ما راح أسويا حاليا خليها على جنب راح أسويا بين الحلقات أقدر حاليا نضيف هذا الشيء اللي هو سكينه مع المسدس راح يعطيني أظل لو ضغطت كذا يعطيني أتاك ديميج سبع أتاك ديميج يعني مو كثير بس إذا توردت أحيانا ما عندك سيف مثلا في إفنتوريا خلاص تستخدم هذا برضو في حاجة اللي هي هنا اللي يوريكم هي خليتينج باك هذه ما أحتاجها في الشيدرز هذه اللي هي الألوان وفي برضو هذه اللي هي الشنط حق الشيدرز فخلينا أخذها هذي كلها لازم أختار في ألوان معينة شكلي سأختار اللون هذا كويس خلينا نجرب هلا وحطه هنا وحط الشيدر هذا زي ما شايفين اللون تغير شوفوا لونه كيف سار في شنطة خلينا نفكها ونشوفش فيها في هنا رير وفي إبك نفك واحدة منها هذا أعطاني التولي هابا أفكها كلها الصراحة خلينا نشوف الرير برضو حالوانية ما رح تفرق كثير لكن هابا أشوف أفضل لون يعني ها اوه ها 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 اوه ها 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 اوه ها 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 نشوف هذا هناك موشن كويس ابك هذا ابك هذا هذا اميلا هذا لا نحتاجه هذا رير هذا ما فيه موشن هذا شكله كويس علقت اللعمة لا شكله بايخ شكله بايخ طبعا تلاقيها مع الفليجز يعني ما راح تلاقيها كده هذا شكله شيد نشوف اخر واحد بس لا ما اخر واحد في قاعدنا هذا سيئ هذا هذا اشبع مالي علق من يداري اللي يتحرك ذاك شكله احنا راح اثبت على هذا مشكلة احنا هذي فين احطها فين احطها؟ احتاج صندوق زيادة تصدقه لا موقع تنقلين المياه برا هتصدقه خلينا نعب السلاح حقي احنا الرصاص ثمانطاعش بس انحطتهم اه ما استلمت الجوائز اساسا فيه لقلق عمال جيني ما ادري ما فين داري طول ويضع الريفارفول الريفارفول اذا كان عندي ستاك ايوه اذا وحنا نبه ثمانية بس او ثمانية حتى ستة تمام؟ او سبع بلا صح اوه ثمانية اشياء فيه لقلق غريبة معنى المعالج عندي ما هو شغال بالكامل يعني ابعبيها بس اوه كويس ما فيه اي احد دخلي الى الان ايش قلت ابغى اسوي ابغى احط هذي هنا في الصندوق موقع طبعا ان هذا مو مكانه وابغى ابغى اسوي الى اللي هي الى اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اوصل المدافع عشان اوصل المدافع ايش راح احتاج راح احتاج شيء راح احتاج هو الكنكتور والريليز اللي هي هذه الكنكتور ثمانية احتاج من هذي اثنين او اسبتين وراح احتاج اللي هو الريلي طبعا راح احتاج اللي هو مصدر بور اللي هو الجنريتور واحتاج أجسل لكن ان في نفس الوقت ما احتاج ان انا اصيها لانا اصوت هذا الى هناك كوستين بعد و هناك كوستين يعطيك بطاريات و هناك كوستين يعطيك بطاريات و هناك كوستين يعطيك كباسترز لنريع دماغي سأسويها و سأرجم جديد هنا دخلوا لي زومبيز وهذا أزعج أمي إن شاء الله روز ما يفجروا شيء لبالي زومبي أنا حان وقت الاختبار ثم يجبق بضع ثم يجبق من نفسي و يا تأكدت ساعت جد أخرج ترى جد فترى مستخدم آخر كنت كنفم لأن شاء الله سأخذي هذا اضع الكابسيتر بحيث ان اعيش اسحب من الجنيراتور واخلي كابسيتر فرح اخذ هذا الجنيراتور مواقع ورح سوي واحد ثاني بين الحلقات اخذه بالبكاكس ورح اضعه هنا بس بطريقة مختلفة رح اشيل الجنيراتور ورح اضع الكابسيتر الله يزون بس كثيرا ورح اضعه هنا اللي هو الجنيراتور ما رح اسحب من الكابسيتر رح اسحب من الجنيراتور نفسه كيف بهذه الطريقة؟ رح اضع اضبط المكان اه ولا بلاشي ما يحتاج رح اضع هنا كنكتر بهذه الطريقة واطلع هنا فوق رح اضع سلم بحيث ان اوصل بسرعة اكثر هذي ممنومة فايدة اضع 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 رليل طبعا ما تقدر توصل من من كنكتر لأكثر من كنكتر يعني هذا كنكتر يوصل لكنكتر واحد فما رح تقدر توصل فاليش اللي رح اسفوه رح اضع رليل وراح اوصل بعدها من الريلل لأي كنكتر ثاني بس فر رح تلبغير زبارز هنا معايا طبعا الشكل اللي رح احتاج اكثر من ثمانية و لو وصلت كذا الهين تمام بعدين من هنا بحط هنا كنكتر و نكتر با هاته الطريقة اه 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 ايش في شي في الطريق اه 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 اشتركوا في القناة 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 يجب أن يكون معها شيء ثاني فراح أطورها بالله الصوت مزعج ببالي يا ايدا طوروا مدافع مدافع هذه مع التنفع هليني يجي هنا أعطي له اللابس آه بس مشكلة السوربان تأثير جدا غالي فغالبا ما رح يجيك مع اي شيء ثاني اوكي خلنا نخرج نقاط الشوية على أمل ان يجينا شيء كويس مشكلة ان ان يحوش اقوى بكثير على عام مجهز نفسي كويس ان انا مجهز نفسي معايا اسلحة معايا كل شيء رجينا ليش لهذا خلينا نقرب وهنا وهذه هنا كذا وضعنا تمام الله كذا بدري بدري سريء سريء اكله واحدة على راسه طيب اوكي ننطق هذي ما تنفع اللي ننشيل الف سبعة هنا انا شايف في شيء نصر وزي جدا ااا لا 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 ماذا como انتفق لاذي ما هذا؟ هؤلاء الشجر لا يقوم بالمجرد بعد ما قتلت واحد فيهم كده زي الروح حقته لكن لا أدري ما فائدتها أبريكم إذا رجعنا للباس مثلا حاليا نبغل وتباق أكثر شي احا هذا هلثه قليل نسي يا عمي لا أفضلك كمان كده كده نروضع ما دي بالمجرد الشجر لا هذا عادي ممشكلة أولى ولا هذا الله يا إنه علي تفجيره اللي الغابة تنحرق أحسن الصوت يقهر قاتي ها ها إنه وفي أحد ينعبي أوكي شايف في واحد جي ورايا سبايدر سبايدر على قده فنعطيه على قده ها مشكلة للوضع إنه إذا صار حريك يلقلق العالم أعلم أنا لا أعلم أنا ما ادري فيه نروح زمزور جيزي من هنا في منطقة شفتها ولكن كانت تخوف يحترى رح إلى أساسا أم لا هذا بتأخر عنه أنت برضو كمان اخذ لك واحدة اخذ لك الثانية اظل اللي هلدهم فوق المية ما عاد ينفعلهم من كده هناك صراحة طاير ما ادري اش نوعه والله ايش ده دارك ميش هذا الشكل ضعيف اصدق ما كان ايدي بس ما ادري مين فاك كان شفت رومي علي اشي فاين الحوشي اهو اما تبقى هم يجوك اما تبقى هم يجوك هاي عمي ها تعا تعا اوكي طيب بعده ايوه هؤلاء هؤلاء قد اتوا السيف ضعيف ما ادري ليه معنو عمال ينفل يعني حدود يجرب بعدين يضع له البوكس هذا لا يفعل شي فما راح ما راح تنكف معه اه ها هنا حق المانا اذي قهر الصراحة هالعمي مو مستاهل ها تعال عمي تعال تعال حسنا المان هذا المان الذي لديه الآن من يفاهم مش وضعه اههههه هذا يشبه هذا يا عمي اهههه حان التأثير يصير مية وعليه ما ادري لي عمي اسري استخدمي الرجينريشن والله قوي ايش ده السيف حقي ساير ضعيف ما ادري ان يتهيأ لي وليش زون بيز اكثر شيء كمان برضو نحتاج روس احتاج راس اندرمن بش المشكلة الاندرمن ما نيلاقيهم او انا قد حربتهم اعظم من يوم ما بدأت السلسلة ما قد حربت اههه ما قد حربت اندرمن صعبت يا امي انا اكثر شيء لوت باقض لوت باقض ايز انه الناد انتجيح فيها التريد هاته حان تطلع فيها شيء جدا كويس موضع احتمال لا احتمال الله اعلم الحلقة جاي نسوي الموب تراب او نجرب بلا اصحا الحلقة راح تكون تدرن في الكرياتيف لكما ما كانت تضبط معي احتمالا لانه فقط كرياتيف الله اعلم هههه هنا يوم وحوش ماذا اش نوعهم ما ادري اوكي اين راح هذا ايش هلا زومبي ايش اعطاني اظهر ما اعطاني لزومبي فلش ايوه جايك من هناك تعالي حبي هلا يا السلامة ماذا اعطاني ايوه اه ايوه اوه اه اوه 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 اوكي اوكي اشتركوا في القناة كل ما تستخدمها كل ما تزبط معك كل ما يقلل تكلفة الاستخدام وفي نفس الوقت يزيد الليفل حقي الليفل المانا الليفل المانا لما يزيد يجيك مانا أكثر يعني أنت قد تستخدمها أكثر من مرة هنا شوفت كلب ثاني بسم دي الفرح مرح بسم الله عليك بسم الله عليك طلقة ليه مبعيد شخصية مرمة ها طيب هنا في واحد ايوه علقت اللعبة اوه هذا كريبر كذا هذا كريبر هذا ما دفع معلق لأنه لو مسكك وجوك الزومبيز نصيبك ايوه ايوه اه الله مضعيف اه اه الله مضعيف اه 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 اين ذهبت؟ ايه؟ اوكي اتكلم صراحة لا زب ابدأ اجمع رصاص اذول اغبية ما يطلع شيء وجوك كثير تأكد مئة في المئة انه في حلها انا بوريكم بس في البيت بس خلي اللي لنهار يجي بوريكم اللي قاعد يقول لكم عليها اكيد جات عن حاجة اكيد زي الروح اسمها الوحش ومكتوب جنبها الوحش هنا في شياطين هنا في ايها قاعد يفققها او حق الوحش ده اوه هذا هو نزفت ايه الوحش ايه الوحش ايه الوحش ايه الوحش ايه الوحش كوكي كوكي تعطيني والله انك استغروا الله العظيم بس خلينا ساكت اه الوحش كوكي طيب انها ارجع هذا شكله كويس تعال حبيبي كريبر ما يزيد 100 مدد لا 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 ان شاء الله يعطيني ضربه في ايفل لا الله ما اعطاني واذر دست بون شوفوا هين هذا هو اللي قا يطلق من اول بسر يا شيخ نظاهر كلهم جايين من هنا المنطقة هذي هم اللي قاعدين يرسبن هنا من اول ويزعجوني ها حبيب ها حبيب بابا تعال هيا حيث شكرا الرؤوس حلو رؤوس تفيدنا كثير في الخلاح يا لي شكرا ما تقصيده بالشزق وليش معانا مندم يا شيخ حيث خلينا ارجع على البس ارجع على البس ارجع على البس أوريكم الاسبريت اللي جاتني اشوفوا هنا هذه لما أضغط عليها اللي هو حرف الار عشان طلع ليش الوصف حقتها ما يطلع ليها وغير كده ما يعرفش استخدامته خايف استخدامها ويطلع شي سيء فحاليا ما راح استخدامها بس أرى اللوتباق اللي جاني جاني هناك برضو جاتنا هنا اثنين اللوتباق خليني نصفوا دقيقة وحطوا الاشياء ذي هنا اوكي اوه هذي اوه هذي ما لها مكان ليش اوه دقيقة نشير السلفر ونحط هذا هنا زومبيت في اول هنا جاتنا اثنين اللوتباق هذا اللي جانداري والانكمون هذا نشوف الانكمون السوابينج واند كويسة هذي ما راح تفيدنا كثير ميكانيكا اليوزر مفيد هذي ما ادري استراحة تفيده اللي جانداري ايتم كان دويت هيفيدنا بس مو كثير لنواحد هذي ما راح تفيدنا رصاص هذي ما راح تفيدنا رصاص هذي ما راح تفيدنا خلي هنا خلينا نشوف اللوتباقز اللي جاتنا اول رميناها هنا اسم بس فترة تفيدنا اتمنال ها واكي انا غالبا pronounce الحلقة هنا اتمنى الحلقة تكون اعجبتكم وإذا عجبتكم الحلقة تنسوا لهم اللايك واتنسوا لهم الشارع وسبسكرايب ونشوفكم الحلقة الجاية السلام